اختتمت دائرة المرأة في المكتب التنفيذي للتجمع علي من الإصلاح بمحافظة حجة الملتقى الصيفي الأول للطالبات الثانوية والجامعة بمدينة مأرب الذي أقيم تحت شعار فتياتنا حلم وأمل حيث شارك في الملتقى الذي أقيم على مدى يومين أكثر من مئتي طالب ويهدف إلى تعزيز دور المرأة وأثارها في حياة الفرد والمجتمع وهمية الوطن والتضحية في سبيل عزته وكرامته إلى جانب تعريف المشاركات بحملة بل بجملة من القيم والأخلاق المجتمعية المهمة ويهدف الملتقى إلى تحفيز الطالبات وتعزيز قدراتهن الإبداعية والثقافية وتأكيد دورهن في بناء المستقبل وتعميق حب الوطن وتعزيز الهوية الوطنية والتعريف بدور المرأة والتضحيات التي قدمتها النساء في المعركة الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر